موسيقى حياكم الله مجددا ومن الأجندة إلى أولى موضوعاتنا لهذا المساء ومع مستشفى الجامعة بالشارقة حيث يعد مستشفى الجامعة بالشارقة من الصروح الطبية العلمية المتميزة في المنطقة والتي استطاعت أن تحقق المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة بفضل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السموء الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضور مجلس الأعلى حاكم إمارة الشرق وتماشيا مع رؤية صاحب السموء حاكم الشارقة أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة عن افتتاح مركز الشارقة للإخصاب والذي يعد الأول من نوعه عن هذا المركز وما الذي يقدمه من علاجات مختلفة نصديف اليوم في السديو أماصي الدكتور عواطف البحر الرئيس مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة ياهلا يومو الحبابة الدكتورة حيات الله أهلا وخير أول شيء نبارك لكم طبعا نفتتاح هذا المركز شكرا جزيلا نبارك لبعض تعتقد بعض صبر وإنجاز يعتبر كبير جدا بالتأكيد وإضافة نوعية كذلك لمستشفى الجامعة بالشارقة خلينا نتكلم ونعطي شكرا للمشاهدين وشي نبدأ عن هذا المركز بشكل عام مركز الأخصاب هو مثل ما تفضلتي تحقيقا لطموح إمارة الشارقة يغطي إمارة الشارقة بيخدم شريحة المرضى في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية مركز مجهز بأحدث التقنية العالمية من ناحية الأجهزة اللي يستخدمها في المختبر والتيم اللي يشتغل يعني الفريق اللي يشتغل على علاج المرضى بدون شك تخذ يعني وقت وجهد عشان نبرزه بطريقة تليق بإمارة الشارقة وبطموح مرضانة ونكون عند حسن ظن في هذا الموضوع مركز الأخصاب بيغطي إن شاء الله الشارقة والإمارات الشمالية نغطي كافة التخصصات مالة العقم لعلاج العقم بما معنا العقم الأولي الثانوي عقم الرجل عقم المرأة وممكن ندخل في التفاصيل إذا في وقت في البرنامج بعدين نعالج الأسقاط المتكرر نعالج الجينات الوراثية في العائلة خلي نقول مثلا على سبيل المثال للحصر الثلسيمية الجينات الوراثية في عائلات معينة مثل جين تكسر العظام فقدان السمع يعني أو إن امرأة مثلا في شوية متأخر اللي عمر مال الأخصاب خلي نقول يعني على حسب الأرقام وعلى حسب المجتمع نفسه إذا تبغي نفحص الجنين إذا يكون طبيعي ما في أي مرض عنده في تاريخ الطبي في تاريخ العائلي كل هذه الجينات أول كانت مثلا شيء نفكر فيه نطمح حين صار فيه متناول الجميع وقسم الأخصاب في جامعة الشارقة مهيئ لعلاج شحالات ونقدر نستقبل ونرتب الأمور بحيث أن أول زيارة نخلي المريضة تسوي الفحوصات الروتينية والزيارة الثانية يبتدي فيها العلاج مع شرح المفاصل طبعا نحن بنتخل في كل التفاصيل اللي ذكرتها دكتورة كل العلاجات اللي يقدمها هذا المركز ذلك في البداية خلينا نتعرف على أهمية افتتاح هذا المركز بالتحديد في مستشفى الجامعة بالشارقة نعم مستشفى الجامعة صرح علمي وطبي مثل ما ذكرتي كان جزء الأخصاب يفكرون فيه من فترة طويل على أن يصير فتلبيتنا لإحتياجات المجتمع والجامعة عادة تسعى أن تكون في مقدمة المؤسسات اللي تقدم الرعاية الطبية نعم فكان افتتاح مركز الأخصاب تكمل لهذا الطموح ولهذا الإنجاز العلمي نحن طبعا بنتخل في التفاصيل يمكن وكذلك أيضا كافة العلاجات بنتذكرها قد ما نقدر بشكل مفصل للسادة المشاهدين لكن دكتورة أنا أحب نشوف التقرير أول الخاص بهذا المركز نشوف مركز الأخصاب عم قرب من خلال تقريرنا التالي وبالتالي نستكمل حوارنا عن هذا المركز من أجل إدخال السعادة إلى قلوب الآباء والأمهات الراغبين في تزايد عدد أفرادهم وتقديم الخدمات الطبية التي تحدث تغيير في حياتهم وفق أفضل معايير الجودة والتنفسية العالمية في الخدمات الطبية انطلقت خدمات مركز الحقن المجهري في مركز الشارقة للإخصاب التابع لمستشفى الجامعة بالشارقة كأول مركز من نوعه داخل مستشفى في الإمارات الشمالية يقدم المركز كافة الخدمات الأساسية والمساعدة المتعلقة بهذا النوع من العلاج وفق أحدث تقنيات الإخصاب المتقدمة حيث يتميز بخبراته الواسعة التي يقدمها نخبة من الأطباء والفنيين والمتخصصين والمؤهلين حيث تقدم للمرضى علاجات اضطرابات الغدد الصماء التناسلية والعقم وتقديم المشورة للزوجين في حالة ضعف الخصوبة وإجراء الفحوصات وإدارة حلقات العلاج كما تشمل أيضاً الإجراءات الطبية والفحوصات المخبرية وفحوصات التصوير والعديد من الخدمات التي تحظى بدعم متواصل من كافة أقسام المستشفى ومرافقها القائمة ومن أبرز العلاجات المقدمة من المركز الحقن المجهري والتخصيب داخل البويضة وتحديد جنس المولود والاختبار الجيني وحفظ الأجنة بالتجميد وتشخيص الطرابات العقم وعلاجها والعديد من التقنيات الأخرى مركز الحقن المجهري بمستشفى الجامعة بالشارقة ثقة كاملة ورعاية صحية متفردة تلائم الاحتياجات الفردية لخصوصية كل مريض حياكم الله ومشاهدين بس التصحيح هو الحقن المجهري جزء مثل ما ذكرت دكتور عواطف من العلاجات التي يقدمها مركز الأخصاب صحيح دكتورة؟ نعم نحن نعالج مثلا هو اسم مركز الأخصاب والغداد الصماء بالحقيقة والبحوث طبعا هذا كجزء نحن ممنوني في وجودنا في الجامعة أن نقوم بالبحوث هذا ما يتهيأ لنا في أي مكان لأننا نكون بس من ناحية الإكلينيكية بدون ما ندخل في البحوث فهذا امتياز أننا قدمت لنا الجامعة العلاج يكون حكافة مراحل المرأة خلينا نقول مثلا وهي مراهقة مبعث حق الأخصاب نحن مثلا نعالج البنات المراحقات اللي عندهم اطراب في الغداد الصماء بما معنى زيادة هرمون الذكورة إلي يؤدي إلى زيادة تساقط الشعار البشرة الدهنية اطراب في الدورة الشهرية شكل الجسمي يتغير بسبب زيادة هرمون الذكورة صحيح فهذه الشريحة من البنات اللي عادة أن يكون في الثانوية مثلا أو في المراحل تكيوس المبايد تكيوس المبايد أصلا يعني عندنا في دولة الإمارات 45% في الدول الثانية 25% لأنه في قابلية وراثية للموضوع فهذه المشاكل الشائعة جدا في مرحلة المراهقة بضبط بسبب سلوب الحياة الأكل السريع يعني نوعية قلة الرياضة مثلا خلنا نقول أو أنه في قابلية وراثية تسرع في ظهورها الأعراب وممكن البنات المراهقات في عمر 16-17 سنة أيونا عشان ننظم الدورة الشهرية ننظم لهم الوزن ونمنع الآثار الجانبية مع انقطاع الطمث بسبب تكيوس المبايد الذي يأدي على المدى البعيد إلى هشاشة العظام حتى في عمر مبكر أو أن تضايق مثلا من البشرة الدهنية ظهور الحب الشباب بالضبط البثور أو تساقط الشعر بطريقة غير مرغوب فيها بالنسبة لقبل الزواج في عيادات تكون في المستقبل القريب أن نستقبل الزوج والزوجة قبل الزواج أو واحدة مثلا تستعد للزواج وننظم لها الدورة الشهرية بالضبط ننظم الوزن إذا مثلا في أي إعاقة للحمل ممكن واحد يتجاوزها إذا قدر من ناحية الهرمونات أو في مثلا فحوصات وراثية يحبون أن نركز عليها على طول بعد الزواج يعني هاي النصائح مثلا ممكن أي زوجين يصبرون عشرة الشهور إلى سنة لكن في حالات معينة نحن ننصحها ميون قبل لأنه في سبب ما يتغير حتى له بعد كذا سنة ومن الحكم أن الواحد ينتظر نرجع للخدمات اللي أصلا في صميم مركز الأخصاب اللي هو تنشيط المبايض تنظيم الدورة الشهرية التلقيح الداخلي التلقيح الخارجي والحقن المجهري هذه هي العلاجات الأساسية الآن يمكن حتى اللي يسمعنا دكتور نحن نقول مركز الأخصاب مي على باله أنه ممكن أي فتاة أو أي امرأة عندها مشاكل في الغدد الصماء ممكن تتوجه للمركز فلذلك وجب التنويه الحقيقة أن جميع من تعاني من فتاة مراهقة إلى سيدة بالغة وراشدة من تعاني من مشاكل ربما في الغدد الصماء أو غيرها أو في انتظام الدورة الشهرية وغيرها ممكن تتوجه بالفعل إلى المركز تقبل كحالة بالضبط ويخدمنا لوجودنا في الجامعة يعني كمركز أنه ممكن تستشرين الأطباء الثانية اللي يكونوا موجودين يعني مثلا ممكن نحن نعالج إطراب الغدد الدرقية الغدد الدرقية بأنواع المختلفة ونستشير أطباء الباطنية بحيث أن المريضة تكون بيننا وبينهم لتنظيم الماضي فهي من الإمتيازات التي تحصلها المريضة في وجودها في مركز متكامل للعلاج مع وجود نخبة من الأطباء في مستشفى الجامعة يعني للعلاجات الأساسية الخمسة صحيح خمسة دكتورة؟ أو على الأقل على الأقل هي خمسة علاجات أو الأكثر شيوعا فيما يتعلق بمراكز الإخصاب أو الإنجاب نتكلم عنها الآن يمكن بشكل تفصيلي واحد واحد شروط الحمل بشكل عام أن تكون مثلا الدورة منتظمة معناته فيه تبويض الشرط الثاني أن قناة فالو تكون مفتوحة بحيث أن يقدر حوال منوي يلتقي مع البيضة وصير التخصيب بعد فترة تنزل يومين ثم تنزل داخل البطان الشرط الثالث المهم اللي هو تكون الحواتل المنوية الحواتل المنوية لها شروط معينة نحن نركز لأن مم مختبر عام مختبر متخصص يعطينا النتيجة يركز على نوعية الحواتل المنوية أربع أنواع A و B و C D مثلا نكون A التي توصل حركات تسريعة وهذه التي تخصم B تمشي شوي بس بطريقة أبطأ C تم مكانها لا تتحرك نوعية الحواتل المنوية D تكون dead لا تتحرك فيوم نكون في مختبر متخصص يعطينا بالضبط تفاصيل الحواتل المنوية الحركة والعدل والنوعية ونوعية النوعية حتى اللي موجودة من هذه الأربعة المفصلة وعلى ضوءها هو يرشدنا إلى طريقة العلاج فإذا كان العمر يعني الزوجة في العشرات وهم زوجين نعطيهم فرصة حق التلقيح الداخلي أو التنشيط البسيط لأن حتى لو كنا أطباء أخصاب نحن نفضل يكون الحمل طبيعي أسهل للأم وأسهل للطفل عند الولادة إذا طرينا نلجأ إلى التلقيح خارج الجسم الفرق بينه وبين الحقن المجهري الحقن المجهري السبب يكون فيه الرجل أنه يأمل عدد ضعيف الحيوات المنوية حسب الشروط اللي عندنا في العالميا نحن وغيرنا أو تكون من النوع الرابع أو الحركة تكون بطيئة جدا أو أصلا ما فيه حيوات المنوية رجل نحن أخذنا من عنده عينه فلازم حقن المجهري أو مجمدين بويضات وراجعين عقوب فترة فالحل الوحيد الأخصاب هو الحقن المجهري فيه عيادات في أوروبا بس تسوي حقن المجهري الفرق بين وبين الحقن الخارجي الحقن الخارجي مثلا واحدة انسدت الأنابيب عندها بسبب حمل خارجي الرحم وشاله قناة فالوب بالضبط أو أنه فرضا بعد أربع قيصريات أو ثلاث قيصريات أربع قيصريات نكون حذرين قصوا لها الأنابيب قرروا لها ما يصير تحملين وهي تبغي الآن طفل فواحد من شروط الحمل اختلت اللي يسمونا بشكل عام عدنا الربط الربط وحقب صارت لالتهابات وانسدت أو مثلا عب خلقي يعني هي ما عندها ما عندها قناة فالوب أو مثلا إعوجاج أو غيرها أو شكلها سليم بس ما تشتغل زيها خان الله فنسوي التلقيح الخارجي اللي يحطون مثلا البويضة ويحطون خل نقول فرضا أربعين أو خمسين ألف حيوان ومن وواحد بس اللي يخصب البويضة اللي هو عادة هذا يكون خارجي هذا خارجي تلقيح خارجي الحقن المجهري يأخذون الحيوان المنوي يختارون أحسن واحد لأنه حملوا اللراس وجسم وذين فيختارون أحسن واحد ويحطونه بالمعايير مات المختبر تحت المجهر داخل جدار البويضة يعني يخترق الجدار ويوصل في النصف يستوي التخصيب هذا هو الحقن المجهري هذا الحقن المجهري حقن تحت المجهر بما معناه في حالات معينة نفحص عقومة تنقسم الخلايا مثلا من هنتين تصير أربعة عقوب ثمانة عقوب ستتاة حدث الحمل كرة من الخلايا وعقوب كل خلية تبتدي سوي جزء من أجزاء الجسم ثالث يوم من الإنقسام إذا المريضة طلبت لسبب طبي أو اجتماعي أو لسبب مثلا تاريخ الطبي تحتاج تتأكد أن الجنين سليم ناخذ عينة ونفحص من كل الأجنة التي حصلناهم وبعدين نتفق ونقول لها فرضا هالكثر بنات إذا كانوا يحتاجون مثلا تحديد الجنس أوعدنا ولد طبيعة أو بنت طبيعية يصير تحديد الجنس دكتورة؟ للتوازن العائلي يصير يصير سبحان الله يصير تحديد الجنس هذا في الحق في أي نوع نوع الحق أن يصير تحديد جنس المولود؟ عادة تلقيح خارج الجسم هذا الذي يصير خارجي خارجي ليس بالحقنا المجهري ممكن الحقنا المجهري لأنه الهدر طبعا لأنه نختار جنين سليم ونرجعه طالما أنه صار تخصيب خارج الجسم ممكن تنفحص الأجنة التلقيح الداخلي لا نستطيع لأنه نضع الحوال المنوي وهو يخص بالبيضة الخارجي نحن نخص بالبيضة لا نحتاج قناة فالو ونزرعها في بطانة الرحم وهي تشوف أصلا المريضة يعني تشوف نحن نتخل بالكثرة يعني غير مؤلمة دكتورة دوم طبعا يمكن أن نعنا في المجتمع في بعض البنات أو حتى الرجال يتزوج في عمر متأخر نعم الحقيقة هذا ما يمنع طبعا من أنها سبحان الله وجود فرص الحمل كبيرة والدليل على ذلك اللي نشوفه يمكن في العالم الغربي صحي أغلبهم يتزوجون في عمر كبير أغلبهم يتزوجون في عمر بسبب الطموح نعم نعم كبير بس في تخوف يصير عندهم يمكن في هذه المرحلة العمرية عادة أنتم تنصحونهم بأي أنواع الحقن خلنا نقول سيدة من بعد 35 عام أنا ما بأحدد بس يعني في المجتمع بشكل عام أنا بكبر شي أقول بعد الثمانية وثلاثين بعد الثمانية وثلاثين بأي أنواع الحقن تنصح أو تخصي خارجي على طول على طول أفضل يعني إذا هي طبعا مقتنعة إذا عندها سبب ديني أو اجتماعي أو نفسي ما تبغي تدخل عند IVF أو مادي لأن المختبر يكلف وهذا مقياس عالمي إذا ما تبغي لأي سبب ممكن نبتديها بالخطوات البسيطة إذا صار حمل بس إذا في عائق في الزوج أو فيهي ما بيتغيرها العائق مع وجود العلاج البسيط لا أحسن ما تضيع وقت تلقي خارج مع فحص الأجنة يعني ممكن نفحص الأجنة ونقول لا حصنا جنين طبيعة أو اثنين طبيعين ونرجع وفي امتياز تحديد جنس المولود يا دكتورة هذا امتياز كبير ما في داعي إذا أول طفل أو ثاني طفل أو ما في داعي بس سبحان الله بس إذا واحد مثلا من رغبة أو مثلا عنده فيه عائلات معينة تقول لك الأمراض بس تطلع في الأولاد آها سبحان الله فهي إدنا استشارة مجانية مع طبيب الجينات يلس عادة مع الزوج والزوج ويعطي فرصنا في حصول على جنين طبيعي نحن كأطباء وظيفتنا مثلا يقول هاتي يعطيني أجنة أكثر عشان أقدر أحصل منهم شيء طبيعي فإذا عطيناه جنين أو اثنين يمكن فرصنا تكون نحصل من هذا المرض يعني الجنين خالي من المرض أقل فشو نسوي إذا المريضة ما عندها عدد بويضات كثير نجمع بويضات نتم نسحب منها وبعدين نخصبهم كل مرة واحد ونفحصهم عشان فرصنا نحصل جنين طبيعي تكون أكبر على مدى تقريبا كم المدى خالي نقول شهرين وربعة شهرين وربعة نجمع بويضات أكثر عشان نحصل أجنة أكثر في كذلك أيضا يعني في المركز في تجميد البويضات نعم تجميد البويضات لسبب طبي بحث فرضا تكييس المبايض خفنا عليها لنتخل في متاهات يعني مثلا مضاعفات مالة التكييس وهي تكون يعني مثلا صعب علاج لأن إذا ما عالجناها بالقبر أو بالتنشيط ما بتحمل وإذا عالجناها فلازم نكون حذرين شوية نجمد البويضات لما يهدى جسمها ونرجع نخصبهم على الدورة القادمة أو بعد كم شهر قانون الدولة يسمح لنا خمس سنوات لمدة خمس سنوات خمس سنوات أنا أعتقد أنه حتى لا قدر الله أشخاص مثلا اللي يتعرضون لأمراض مثل السرطانات أو غيرها كذلك أيضا ينصح لهم بتجميد البويضات صحيح دكتورة؟ نعم من حقهم إذا كان رجل قبل أن تتعرض للعلاج قبل أن تتعرض للعلاج الكيماوي حتى بنات التلسيمية قبل أن ينقل للنخاء ممكن أن نجمد لهم البويضات فهذه من الامتيازات اللي يعني مراكز الأخصاب بدأت تقدمها في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة ويمكن فيه كثير ناس ما يدرون يتعرضون للكيماوي صحيح نفضل أن نشوفهم قبل فترة حتى مثلا مثلا تقول أنا نحن نسوي التنشيط أثناء الدورة ممكن نزلها دورة اصطناعية ونسحب البويضات هذا حتى وإن كانت يعني مش غير متزوجة أو ما بتكلم فقط عن نساء حتى لو رجل غير متزوج الرجل أسهل العلاج يعطينا مثلا كذا عينة ونجمدهم له ويتمون عندنا اليما يخلص الكيمة ويبعدين يرجع خمسة سنوات سبحان الله يعني هذا السبب طبي لكن نحن ما عندنا بنوق مثل أوروبا لكن إذا ما كان لسبب يعني ما كان فيه سبب طبي مثل الأمراض التي نحن نتكلم عنها بعيد الشر لا يجوز قانون دولة الإمارات لا يسمح أن نسوي مثلا بنوق للحوات المنوية أو للبويضات ما في داعي أول شيء وبعدين حتى اللي بيون مثلا نحن نسوي لهم التجميدي يبون طبعا إثبات على المراض وأشياء الروتينية يعني في أي مكان مثلا مؤسسة علاجية تحتاجها والأمور أسهل يعني لأنه ياخذ مواعيد مستعجلة جدا لأنه نقدر وضع الصحي دكتورة ما عندي وقت بس حابة نذكر بشكل سريع الأنواع الأخرى من العلاجات اللي يمكن نحن ما ركزنا عليها علاج فحص الجينات تكلمنا عنه بشكل عام مرض الثلسيمية حققنا نجاح كبير فيه إلا أن مثل ما تعرفين الأطفال اللي يولدون عندهم ثلسيمية خاصة للسائدة صحي يحتاجون نقل دم من عمرهم شهرين كانوا في الفترات القديمة يعني نوعية الحياة شوي سعبة من نسمها حين تموا يصلون إلى نعمر 37 أربعين سنة حين تمنا يعني يعني نعالج أن يطلعون أطفال خالين من مرض الثلسيمية وحتى من الأنواع الثانية فهذا تطور كثير كبير نعم وحتى مثلا في كثير من الرجال حين الفترة الأخيرة بعد ما تموا يغيرون الوزن بعد قص المعدة بعد غيره تتأثر الحاوات المنوية هاي ملاحظة بس ما عدنا حصائيات عليها فهي النوعية ما في شيء مثبت علميا لا بس هاي ملاحظة ملفتة للنظر أن كثير بعد نزلوا من وزن 160 إلى 60 صار اطراف الحاوات المنوية أو صار الإنسيقاد بالنسبة للنساء بالنسبة للنساء شوي صار خلل في الهمات بس الملاحظة على الرجل تكون أكثر نعم وهذه الفترة الأخيرة يلفتوا النظر أن يونف العيادات لأول ما وهذه ميزة توجود الأبحاث دكتورة في مثل هذا المركز نعم بالتأكيد عشان بس نشوف الأشياء اللي فيها الجزء من العالم يعني مثلا نحن شو عندنا أكثر الأمراض شيوعا غير عن تكاييس المبايض الثلسيمة غير فالبحوث مهمة جدا عشان تنورنا على المواضيع الخاصة أعونا أعطيكم ألف آفيا ومبارك لكم مرة ثانية كذلك تفتاح هذا المركز اللي تعتبر أهميتك كبيرة جدا في مستشفى مثل مستشفى الجامع الحقيقة شكرا لتش دكتور عواطة على وجودك أنا على المعلومات كذلك أيضا اللي قدمت خلال الحلقة شكرا